آيات الصيام والقيام رمضان شهر الصيام والقيام وتلاوة القرآن شهر العتق والغفران والصدقات والإحسان يجد الله فيه بأنواع الكرامات ويجزل فيه لأوليائه العطيات إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم آيات الصيام والقيام آيات الصيام والقيام حديث مستفيد وشرح مفصل لآيات الصيام والقيام الواردة في سور القرآن الكريم إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالسلام الشويعر تنفيذ عبدالرحمن أبن فهد الخنفري الحمد لله حمد كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحبه ربنا جل وعلا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد فيقول الله عز وجل أياما معددات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون كنا قد توقفنا عند قول الله عز وجل فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون الفاء في قوله تعالى فمن تطوع للتفريع على الإطعام في قوله سبحانه فدية طعام مسكين ومن اسم موصول يعم جميع من خوطب بهذه الآية وقوله سبحانه خيرا هي نكرة في سياق الشرق فتعم جميع الخير كما أنها مطلقة في الأوصف إذ النكرات إنما تفيد الإطلاق إلا إذا كانت في سياق شرط أو سياق امتنان ونحوه فإنها تعم كذلك الأشخاص وقوله سبحانه فهو خير له جواب الشرط وهذا من باب مقابلة الشيء بجنسه فمن تطوع بالخير جوزي بالخير ولا شك أن ما يكون من الله عز وجل من الخير أعظم وأجل فهو سبحانه وتعالى الكريم المتفضل وقد أخفى الله سبحانه وتعالى تفصيل الجزاء للمتطوع لتعظيم ذلك الجزاء والاختلاف ذلك الجزاء باختلاف نوع الخير كما في الحديث القدسي إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به ومعنى قول الله عز وجل فمن تطوع خيرا أي زاد على الواجب عليه من الإطعام المذكور في قوله سبحانه وتعالى فدية طعام مسكين فإنه يكون خيرا له وأفضل والزيادة على الواجب في الفدية له صفتان ذكرهما أهل العلم أولى الصفتين أن يتطوع بإطعام أكثر من مسكين فيكون التطوع بزيادة عدد المساكين وقد قال ذلك ابن عباس ومجاهد فيكون المعنى حينئذ من تطوع بإطعام مسكينين أو أكثر فهو أفضل له وخير له من إطعام مسكين واحد والصفة الثانية أن يتطوع بإطعام المسكين الواحد أكثر مما يجب عليه من حيث المقدار وهذا قاله مجاهد وفعله أنس وقد تقدم معنا أن المقدار هو أن يطعم كل مسكين مدا من مر أو نصف صاع مما يجزئ إخراجه في زكاة الفطر فحينئذ يكون المعنى من تطوع بإطعام قدر أكثر من الواجب عليه فهو أفضل من أن يطعم القدر الواجب عليه فقط ويأخذ من هذه الجملة من الآية مسائل وفوائد فقهية منها أنه يستحب الزيادة في إطعام الكفارات قدرا وعددا وهذه الآية وإن كانت في كفارة الصيام خاصة إلا أن سائر الكفارات والواجبات تأخذ الحكم نفسه فكل ما وجب على المسلم من الواجبات المالية ونحوها سواء من الكفارات أو من الزكاة وغيرها فإنه إذا أخرج الواجب وزاد عليه فأخرج أجود منه نوعا وأكثر قدرا فإنه يكون خيرا لصاحبه وأعظم أجرا ويأخذ من هذه الآية كذلك الاستدلال للقاعدة الأصورية إذا طال واجب لا حد له فما زاد عن قدر الإجزاء يكون نفلا ووجه ذلك من الآية أن الله تعالى سمى الزيادة على الواجب تطوعا وهذا يشمل الزيادة المنفصلة والمتصلة التي لا حد لها قال الشيخ تقي الدين الزائد على الواجب لا يوصف بالوجوب عند بعض أصحابنا لأن الواجب لا يجوز تركه وقد سمى الله تعالى ما زاد على الواجب تطوعا في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له أي من تطوع خيرا بإطعام أكثر من مسكين انتهى كلام الشيخ ويأخذ من هذه الآية كذلك استحباب التطوع بمطلق الأعمال الصالحة وذلك أن لفظ الآية عام في كل تطوع وأما سببه فهو التطوع بالإطعام في الكفارة فيدخل السبب قطعا في الآية وهو التطوع بالكفارة ولا يجوز تخصيص السبب ويدخل غير السبب مما دل عليه عموم اللفظ من سائر التطوعات البدنية والمالية تبعا لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وقد استدل جمع من أكابر أهل العلم بهذه الآية على استحباب الأعمال الصالحة مطلقا ومنها استحباب صيام النوافل المطلقة وعلى فعل غيرها من التطوعات ومن ذلك قول الإمام مالك رحمه الله تعالى ليس على الناس صيام قبل الاستسقاء ثم قرأ فمن تطوع خيرا فهو خير له فاستدل الإمام مالك بالآية على استحباب الصوم قبل صلاة الاستسقاء دون وجوبه ومثل هذه الآية قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عريب وهذا يؤكد عموم هذه الآية لكل خيرية وتنافلة ومما يأخذ من هذه الآية أنه لا يجوز التطوع لله عز وجل والتقرب إليه بغير ما شرع سبحانه ولا يصح التعبد له سبحانه بغير ما أذن به ووجه الاستدلال بالآية على ذلك أن قوله تعالى ما تطوع خيرا هي نكرة تفيد الإطلاق فخير نكرة تفيد الإطلاق لأن النكرة في سياق الإثبات تدل على الإطلاق وعلى ذلك فلا يخلو الخير الذي يتطوع به المسلم من حالتين إما أن يكون المراد بالخير في الآية ما ورد النص الشرعي بكونه قربه وأن في فعله ثوابه فحينئذ يكون من باب حمل المطلق على المقيد وقد سمى الله عز وجل ما شرعه خيرا فقال سبحانه ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير فحينئذ يكون الخير في هذه الآية مقيدا بما ورد في النصوص الشرعية وهذا لا شك في صحة الاستدلال بالآية عليه كزيادة مقدار الكفارة عند إخراجها أو التنفل بالصيام وسائر الطاعات المشروعة كما استدل به الأئمة والحالة الثانية أن يكون المراد بالخير في الآية مبهما غير محدد حينئذ يكون مجملا والمجمل يجب أن يقف على ورود البيان وبناء على ذلك فقد أخذ المحققون من أهل العلم كالقاضي عبد الوهاب بالنصر في شرح الرسالة وغيره من أهل العلم أن ما ورد النص بكراهته ألا يصح الاستدلال على مشروعيته بهذه الآية ويدخل في ذلك سائر المحدثات التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن فعلها فإنه لا يصح التعبد بها ولا الاستدلال عليها بعموم وإطلاق هذه الآية والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آيات الصيام والقيام حديث مستفيد وشرح مفصل لآيات الصيام والقيام الواردة في سور القرآن الكريم إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد السلام الشويعر تنفيذ عبد الرحمن أبن فهد الخنفري ترجمة نانسي قنقر